السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يسعد اوقاتكم متابعين مطبخي مطبخ اكلات شامية ان شاء الله تكونوا بخير على طول اخواني فيديو اليوم نحقدم لكم طريق التحضير حلاوة الجبن نحقدم لكم اليوم بطريقة بسيطة سهلة لحتى يتمكن الكل من تطبيق وتنفيذة وتنجح معه مية بالمية بإذن الله ولحالكم على كل اسرار نجاحها هي من الاكلات مرغوبة خاصة هلا مع قدوم شهر رمضان ان شاء الله كلها عملتوا بخير هاي الاكلات الكتير مرغوبة اكلات الاشاطي فلحنزل على القناة ان شاء الله كل الوصفات اللي بتتعلق بالقسطة مع طريقة تحضير القسطة لكذا طريقة تحضير القسطة تحضير القطر كله ان شاء الله حنزله بالقناة لحتى نستفيد كل يادنا هلا بشهر رمضان مبارك وهلا خلينا نروح لطريقة تحضير حلاوة الجبن بداية اخواني بطنجرة او مقلاية غميئة بحطها على نار قويه وضف لها المي طبعا المقادية كلها هذكركم بسندوق الوصف بالتفصيل ضف لها مي والسكر وضف لها المازهر و اذا موجود المورد كمان ضف لها شوية مورد طبعا المازهر و المورد اذا كان عندي المكسف او اللي بيجي اسنس فوضف لها بس اربع خمس نقاط و اذا كان الخفيف للي مخروط مي فوضيف معلقة كبيرة مازهر و معلقة كبيرة مورد الآن بدي يقلب بدي يقلب المي يحرك المي و حرك السكر لحتى يدوب السكر تمام ما بدي المي تغلي هون هي نقطة كثير مهمة بدي يقلبهم لحتى يدوب السكر بس مجرد ما داب السكر و سخنة المي هلا بدي يضيف السميد على دفعات بنزم السميد على دفعات مع التحريك المي ما بديها تغلي اذا غريت المي وتبخرت بيتغير عيار الاكلة كله فبدي ينتبه كثير هون انا بنوّس النار هلا بعد ما سخنة المي وضع بالسكر بنوّس النار و بلّج اضيف السميد بالتدريج مع التحريك لحتى اتأكد انه ما يعمل تكتلات ابدا و اذا كان عندي السميد ما نضيف كثير فيه نمشة سوداء او فيه شوائب فبنزله الافضل نزله فوق المي عن طريق منخلة طبعا السميد ناعم مع التحريك مثل ما كون شايفين بالفيديو بضل بقلب و بنزل الكمية كلها و بقلبها طبعا على نار هادئ لحتى مي يكبتن معي او يكلكع معي ما بيقولوا اخواننا مصريين انه يكلكع السميد و يصير هي فيه تكتلات هلا بدي يقلبها هاي نقطة كتير مهمة لازم يقلب السميد لحتى يصير معي عجينة تماما و ينشف يعني يغب المي كلها تنشف المي كلها السميد يشرب بالمي اللي كانت موجودة المي والسكر يشربهم كلهم تماما وتأكد انه تحمصت حبيت السميد بهالشكل هاد متى ما كون شايفين بعد ما صارت عندي عجينة متى ماسكة هلا برفع الطنجرة عن النار و بدي يقلب العجين شوي لحتى يبرد ما بيزنزل بالجبنة مباشرة فوق العجين هو سخن او هو عن النار لازم يبرد شوي بعدين ببليش نزيل الجبنة بالنسبة للجبنة انا هون ها استخدم جبنة المزاريلا طبعا مقطعه انا لكيوب صغير لمكعبات صغيرة ممكن تبرشوها اذا كان لبكي عليكم هيك فممكن تبرشو المزاريلا لحتى تدوب معكم بسرعة منزلها على دفعات وبقلب العجينة بهالشكل هاد طبعا العجينة سخنة فالساعة سخنة يعني انا تركتها تبرد شوي بس ما بردت تماما ضلت سخنة لحتى الدوب تساعد على انه المزاريلا الدوب بقلبها بهالشكل بدي ضل قلبها لحتى الدوب بمزاريلا تمام يعني تختفي الجبنة من العجينة برجع اضيف كمان كمية نص الكمية او تلت الكمية ضيفها على الدفعات بهالشكل طبعا اذا لقيت انا انه الجبنة ما عادت دابت فممكن انا غطيها على حماوة العجينة هلا هيك الجبنة صارت قاسيا شوي ما عادت معي فممكن انا غطيها اتركها تقريبا خمس دقايق على حماوة العجينة بتدوب الجبنة كمان برجع برد بقلبها حتى تختفي الجبنة تماما بالنسبة لنوع الجبنة فيني استخدم الجبنة المشلشلة الشلال يعني طبعا بعمى حلية فيني استخدم الجبنة العكاوية كمان بعمى حلية انا هم استخدم موزرلة موزرلة بتجي طعمتها حلوة ما بتجي مالحة هلا هيك بعد ما بردت شوي العجينة صار فيني يقلبها بايدي بها الشكل بقلبها بايدي لحتى تختفي الجبنة تماما هي منحة كتير ضرورية العجينة الساعتها سخنة بس ولكن حرارتها خفت شوي فبقدر قلبها بايدي بها الشكل هاد ملاحظين متل العجين تماما يعني بقلبها متل ما عم بقلب عجين اي عجينة فطاير او بيتزا او هالشالات هاي شوفوا كيف اختفت الجبنة تماما وصالت العجينة عندي طرية ومطاطية هلا بدهن الارخامة اللي عم بشتغل عليها او الطاولة اللي عم بشتغل عليها بدي افرد العجين هو سخن ما بتركه لحتى برود هو لساته دافي بدهنه بالقطر القطر اللي هو الشيرة القطر العادي اطر بارد طبعا او ممكن ادهنها بالادهن الطاولة والعجين بالسمنة السمنة موزابة وبدهي افردها بهالشكل بيستخدم الشوبق القطر هون بيساعدني انه ما تعلق معي العجينة ما تعد تدبق او السمنة بتساعدني على فرض العجينة اسرع لاحظوا كيف العجين ما عد لزق بالرخامة او الطاولة اللي عم بشتغل عليها وهلا بدي افردها بالشوبق السماك اللي بترغبوها يعني هي تقريبا مفروض تكون سماكة تقريبا ثلاثة ميلي بدهنها بالقطر قطر بارد كما ذكرت وبفردها بهالشكل شوفوا العجينة كيف طرية وناعمة تماما هذا اللي بديها وللساتة دافئة اذا بردت العجينة بتشد الجبنة ما بتعد تفرد معي لازم يكون العجينة دافئة يعني لازم يكون حركتي شوي سريعة ما لازم تبرد العجينة بس تبرد بس تبرد بس تصير قاسية وبسيب تقطع معي ما بتعد تفرد الآن العجينة دافئة فالجبنة عم تفرد معي برياحة والعجينة عم يفرد معي برياحة متما شفتوا هذه العجينة طبقناها من السميد والجبنة والمي لاحظوا كيف هذه العجينة صارت عندي جاهزة عفردها وبسحبها متسحب لحتى ترق معي تماما مشدام على الأطراف تلاحظوا كيف ما عمت تشئ وعمت تجاوب معي عمت تفرد معي تماما هيك العجينة ناجحة طبعا لانه الساتة دافئة هلا هيك تقريبا ونصلت للسماكة اللي بدي اياها هلا بدي احشيها ولفها هيك صارت عندي العجينة جاهزة هلا بجيب القسطة القسطة اي نوع قسطة بتكون انا هم استخدم القسطة المغلية ممكن تستخدموا القسطة المطبوخة ممكن تستخدموا القسطة النية للي بتحبوه وطريقة تحضير القسطة موجودة على القناة نحن اذكركم ايها انا هتركوا الرابط بي سدو الوصف بحط طبقة من القسطة بهالشكل ممكن استخدمها كيس الحلويات او كيس الكريمة كمان نزل خط قسطواني من القسطة وممكن نضيفها كمان بهالحشوة فستو ممكن احشية فستو وقسطة وبلفها رول بهالشكل قسطواني بشدة لازم يكون مجدودة تمام العجينة بشدة والطبقات قد ما بتكون انتو شلون بتحبوها انا هون عملتها لفتين انتو بتلفوها قد ما بتكون طبعا حسب الرغبة قد تكون سماكة العجين ممكن يلفها اكتر بقطعها بالسكين بهذا الشكل وهلا بحرر الاطراف الاطراف تجي فاضية من القسطة فبقصة من على الاطراف هيك صار عندي الرول جاهز للتقطيع هلا حسي واحدة تانية قدامكم كمان حلفها متما تلكم بحط طبقة من القسطة ممكن نضيف فوق القسطة مبشور وهلا بلفها بطرف السكينة برفع الكنار هيك بهذا الشكل شوفوا كيف العجين لم يلزق بالرخامة او الطاولة اللي بشتغل عليها لانه مدهونة بالقطع بلفها بهذا الشكل هال هلا بيدي بشدة وبلفها بشدة وبلفها لازم تكون شادة العجينة تماما على الاطراف لحتى ما ترخي وتفلات او تطلع القسطة منها بهذا الشكل بشدة وبلفها هلا بدي قصة السماكة متما تركون للي بتكون اياها بحرر الاطراف وهيك صاعت عندي جاهزة للتقطيع تقريبا هيك الحلاوة صارت جاهزة متل ما شفتوا طريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها كثير بسيطة وموجودة يعني بيظن الله موجودة بكل بيت هلا اخر طبعة الحساوية بهذا الشكل ولفها تقريبا استعملتهم كوب بسميد يعني بيعطيني كمية منيحة من الحلاوة بمكونات قليلة كثير هلا اخر واحدة كمان بقصة بحررها من على الاطراف وصارت عندي جاهزة هلا بدي قطعات تقريبا طول القطعة ثلاثة سنتيه اربعة سنتيه حسب الرغبة بالسكين بقطعات شوفوا العجين الحلاوة كتير طرية تقريبا طول القطعة مثل ما قدت لكم ثلاثة صنادي شوفوا كيف القطعة بالبقى القصطة سماكة القصطة انتو تتحكموا فيه وسماكة العجين انتو تتحكموا فيه قد ما بتكون حسب الرغبة هيك صارت عندي الحلاوة جاهزة هلا بدي قطع باقي الكمية هلا بدي قطعة فستو مبشور هي اختياري بسية هيك تتقدم باخد الاطعب لك طرف واحد منها بالفستو متماكن شايفين وبحطها بطبق التعديم بس طرف واحد هيك هي بتتقدم حلاوة الجبن هيك تتقدم بهالشكل هاد وهيك بعد ما جهزت القطع كلها هلا صفها عندي بس بدي ضيف فوق منها الاطر وقت التقديم بضيف فوق منها الاطر الاطر للي هو الشيرة الاطر بارد عيار عادي عيار كاسين سكر لكاسة مي مع نصف مع الأصغيرة الحمد اللي مون وهيك صارت عندي حلاوة الجبن جاهزة متل ما شفتوا طريقة تحضيرها سهلة يعني شرحت لكم كل خطواتها ان شاء الله بتنجح معكم مية من مية انتو طبقواها مقاديرة كلها لحسكنكم ياها بسندوق الوصف لازم تتقيدوا بالمقادير تتقيدوا بالطريقة متن ما ذكرت لكم ياها تماما لحتى تنجح معكم مية بالمية بإذن الله تعالى بتمنى الفيديو يكون عجبكم لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب أسفل الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لاحظوا كيف قطعت الحلاوة كتير طرية موديلة كتير حلو طعمتها رائعة صدقوني ان الطريقة ناجحة مية بالمية بتمنى كلكم تجربوها وتكتبوا لي والتعليقات شو رأيكم فيها لا تنسوني مصالح دعائكم أنا الشيف عادة من مطبخي مطبخ خكلات شامية حييكم والسلام عليكم